هناك شلة من الفاسدين تنتظر الانقضاظ على هذه التخصيصات المالية وتعد العدة بمختلف الوسائل والسبل حتى تستثمر هذه الأموال كما استثمرت الأموال في الموازنات الانفجارية السابقة والتي لم تترك أي أثر بما يوازي هذه الأرقام التي صرفتها الدولة طيلة السنوات الماضية نفسهم موجودين نفسهم الذين يتباكون على المواطن يتباكون على الخدمات وعلى المشاريع ويتحدثون بالعفة ومكافحة الفساد هذه الأصوات هي كلها تنتظر ببعض عافل النفوس الموجودين بالدولة تنتظر الانقضاظ على هذه التخصيصات على كافة السيدات والسادة والوزراء السهر ليل نهار يتأكدون من إجراءاتهم ويحافظون على موظفيهم ويتابعوها الإجراءات أول بأول حتى نضمن ما نترك فرصة أو منفذ أو تغرة ينفذ منعتها الفساد والفاسدين طبعاً كل الجهات الرقابية في حالة استنفار وعندنا اجتماعات متواصلة معهم أيضاً وجهنا الأجهزة الأمنية المختصة لتعقب كل أركان الفساد ومتابعتهم بكل الوسائل نحن عملنا لله الحمد قانوني وبالتأكيد هذه مسؤولية وطنية وشرعية في التصدي لكل محاولات إفشال تنفيذ برنامج الحكومي والإصلاح الاقتصادي اشتركوا في القناة